نحن نعمل عن قرب مع مصر من أجل تحسين قدرات مكافحة الإرهاب ولكي نضمن أن تؤدى العمليات القتلية بالشكل الذي نقلل من حجم ومستوى الهجمات في سيناء وفي داخل مصر وعلى الحدود مع ليبيا أيضا ليبيا أيضا شديدة الأهمية لمصر ونحن ندرك هذا كولايات المتحدة لا نرغب في الحرب مع إيران ونحن نتجنب هذه الحرب كل القوات الموجودة هي لردع العمليات الإيرانية نحن نسعى لمقاربة معقولة وهدئة أو متوازنة نحن في العراق بناء على دعوة من حكومة العراق أي مستوى لزيادة القوات سيتم بالتشاور مع حكومة العراق وأنا أتوقع أن نستمر في العراق بناء على هذه الدعوة بنفس القوات لا أستطيع أن أعلق على مستوى أو حجم القوات هذا سيتم بالتشاور مع حكومة العراق ولكن هم ونحن لدينا مصلحة في محاربة الإرهاب ومحاربة داعش في المستقبل لا بد من تقليل التدخل الأجنبي في أي دولة من الدول وسندعم الإجراءات التي تتخذها الأمم المتحدة في المستقبل القيادة المركزية الأمريكية تعتمد على كل شركائها في المنطقة ومصر هي في أول هذه الصفوف وهذا ما نراه في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة ومصر لها دور حيوي وكبير في هذا التحالف ترجمة نانسي قنقر